موسيقى خلال قمةٍ فنائيةٍ مع المستشارة الالمانية الرئيس السيسي يشيد بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات بين مصر والمانيا موسيقى الرئيس السيسي يلتقي وزير الداخلية الالماني لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب والفكر المتطرف موسيقى الرئيس السيسي يلتقي رواساء كبرى الشركات الالمانية لبحث تعظيم فرص الاستثمار في مصر موسيقى تمام الخمسة مساء بتوقيت القاهرة موجز الاخبار من تلفزيون النهار اهلا بكم انطلقت اليوم جلسة مباحثاتٍ ثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الالمانية انجلي ميركل صباح اليوم بمقر المستشارية الاتحادية الالمانية حيث كانت المستشارة الالمانية في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله لمقر المستشارية الالمانية وخلال القمة الثنائية اشهد الرئيس السيسي بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر والمانيا وقد أشهد الرئيس بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ومؤكدا على تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة كما أشار السيد الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات فضلا عن العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع عجل التعاون الابتصادي بين الجانبين خاصة في ضوء الإصلاحات التي دشنتها الحكومة المصرية لتحسين البيئة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والأعمال في مصر وتطرق اللقاء إلى استعراض سبول تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة ظاهرتين الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن آخر تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدماتها الأزمة في ليبيا والتي تلقي بتداعيتها الأمنية على محيطها الإقليمية في إفريقيا خاصة وفي منطقة دول الساحل حيث تم التوافق حول تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة مسارات وجوانب الأزمة الليبية استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمقر إقامة سيادته ببرلين وزير الداخلية الألماني غورستي سيغوفر وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز التشاور والتعاون المشترك بين البلدين كما أكد الرئيس على أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من أجل تحقيق الأمن والاستقرار هو حق أصيل من حقوق الإنسان يستوجب على الدول ضمانها لشعوبها ومن جانبه أشهد الوزير الألماني بالعلاقات بين البلدين مثمنا دور مصر في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومؤكدا حرص بلاده على الوقوف بجانب مصر وتقديم كل سبول الدعم لها في حربها ضد الإرهاب والفكر المتطرف وفي ذات السياق أكد الرئيس على عزم مصر على المضي قدما في التصدي للإرهاب كما شدد الرئيس على ضرورة تكثيف جهود البجتمع الدولي لتكثيف منابع الإرهاب والقضاء على مصادر تمويله وإمداده بالسلاح والمقاتلين هذا وقد التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء كبريات الشركات والاتحادات الصناعية الألمانية وذلك بمشاركة السيد بيتر ألدماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية وأشهد السيد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية لسيما في ظل زيادة الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين موضحا سيادته في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس وأكد الرئيس السيسي أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة بمكونيها الحكومي والشعبية على تحقيق التنمية المستدامة وإيمان المصريين الراصخ بأن لديهم الكثير ليقدموه لشركائهم الدوليين من فرص استثمارية حقيقية ومن جانبهم أكد رؤساء الشركات الألمانية على تطلعهم لبحث إمكانات تعظيم التعاون بين البلدين خاصة مع توافر العديد من البجالات والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر كما أشاد الحضور من الجانب الألماني بالمتابعة الشخصية الحفيفة والدورية للسيد الرئيس للإجراءات المتخذة لتسهيل عمل الشركات الألمانية في مصر وبالتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرية والمدعوم بالجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية للإصراع من عملية التنمية استقبل الرئيس عبد الفتح السيس اليوم بمقر إقامة سيادته ببرلين السيد بيتر ألدماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانية حيث أشاد السيد الرئيس بدورية عقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة لأهميتها في زيادة فرص التعاون بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية معربا سيادته عن التطلع لجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر لا سيما في ضوء الفرص الواعدة بمصر ومن جانبه أشهد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي كبير يسهم في استقرار المنطقة وتنمياتها ومؤكدا التزام ألمانيا بتطوير شراكتها مع مصر كما تناول اللقاء التطورات الضخمة الإيجابية التي يشهدها قطاع الطاقة المصري وجهود تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول ونقل الطاقة وأكد الوزير الألماني حرص بلاده على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات الألمانية ومن جانب آخر توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحية والتقدير للمنتخب الوطني الأولمبي لتأهله لأولمبياد توكيو 2020 مشيدا سيادته بمستوى الأداء البطولية لجميع أعضاء المنتخب لتحقيق هذا الإنجاز تحت قيادة متميزة من الجهاز الفني الوطني تعلن شركة تذكرة أنه لن يسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة على استاد القاهرة بين المنتخب الوطني وكودفوار بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعتين وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون والالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة انتهى مجازر خامسة مساء من تلفزيون النهار شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة